اشتركوا في القناة ويغفرنا ويغفرلكم ويرحم أموتنا وأموتكم ويرزقنا ويرزقكم إن شاء الله تعالى الخير والبركة طبعا القمر اليوم أو الآن موعد بث الحلقة وموجود في منزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة ورح يمكث القمر فيها حتى تمام الساعة التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الخميس أربعة وعشرين ثلاث يعني موعد بث الحلقة لا ينتقل بعدها للقمر لمنزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص يعني الخلاص أو الحرية يعني منقدر نسميها هيك ورح يمكث القمر فيها حتى تمام الساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة من مساء اليوم الجمعة خمسة وعشرين ثلاث لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وأتلاف الأموال والحرية طبعا احنا الآن في فترة خلو مسار خلو المسار هذا تحدثنا عنه يوم أمس هو خلو مسار سلبي للقمر بدأ الساعة واحدة ودقيقتين بعد ظهر اليوم اللي بث موعد بث الحلقة اللي هو الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار حكينا للساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء الليلة اللي هي ليلة الخميس هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء بنتقل وبصير له من مساء الليلة اللي هي ليلة الخميس بنتقل وبصير القمر في برج الجدي وبتمم خلال الأيام القادمة في برج الجدي فتأثير القمر لما يكون موجود في برج الجدي على كافة الأبراج إنه في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم منجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر برضو بوسعنا في هاي الفترة الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء تأمين أو عمل تأمين أو عقد جديد تأمين تأمين صحة تأمين سير تأمين اللي هي التأمينات هاي كلها اليوم برضو راح تتشكل عنا زاوية جديدة اللي هي زاوية إيجابية زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي طبعا ذروتها راح تكون اللي هي يوم 26 الساعة 10 و43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ولكن تأثيراتها ببلش ابتداء من اليوم ولغاية يوم 27 ثلاثة هاي الزاوية طبعا بتزيد من حد تفكيرنا وقوة الحدث عننا وقدرة النقد أو الانتقاد وبتمنحنا حبل العدالة والاهتماء الاهتمام بالأمور الغامضة وبرضو بتساعدنا على تنظيم أعمالنا والنجاح بمشاريع واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي لها تأثيرات من يوم 19 ثلاثة ومنذكرها كل يوم طبعا تأثيراتها لغاية نهاية هذا اليوم اللي هو 25 ثلاثة هي زاوية تربيع السلبية بين المريخ وبين أورانوس وحكينا انه هاي الزاوية بتخلي عنا نوع من أنواع التردد والخوف في اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبيسبب شقاق عاطفي لدينا وبين البعض وبرضو بتعمل نوع من أنواع التقلبات في المزاج وخصوصا على النحو الجنسي يعني ما بين ضعف وعدم قدرة بالدل دوليا على احتمال وقوع حوادث مفاجئة إلها علاقة بالحرائق والتفجيرات وقوع طائرات أو حوادث سكة حديد أو أمور إلها علاقة بالقطاع البحري برضو هاي إلها علاقة بتأثيرات الطبيعة فهي برضو بتشكل إشيء له علاقة بالزلازل والعواصف في هاي الفترة عادة بيصير في نوع من أنواع إما تمرد أو انقلاب عسكري أو بتم عزل أو قتل أحد القاد الكبار وممكن تشهد هاي الفترة مظاهرات أو إضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة وهاي برضو إلها سبب في قمع الحريات فممكن برضو هاي الفترة تشهد بعض الفضائح الجنسية أو الفضائح الاجتماعية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنها زاويتين زاوية سلبية وزاوية إيجابية الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام ساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الإيجابية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ولكن ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة الجلد الشعر الطحال وجهاز التوازن اللي هي الأذن الوسطى والأذن الداخلية طبعا بالنسبة لهذا اليوم لأنه ما في خلو ومسار بكون انتهى خلو والمسار يوصى بإجراء عمليات جراحية ولكن ما زالت الأجواء غير مناسبة للأمور اللي إلها علاقة بالحقن والجراحة التجميلية هم جيدة لعملية تنظيف البشرة والأمور هاي ولكن برضو ما ننسى أنه اليوم في ربع اللي هو تربيع القمر فهذا الإشي يعني بضعف من القدرة تاعت القمر فعشان هيك بنقول أنه بلاها أو نأجلها بيكون أفضل طبعا يصلح لإزالة الشعر الزائد كل ما كانت الكواكب سلبية كل ما كان الأمور اللي إلها علاقة بالشعر أو إزالة الشعر بتكون أفضل طبعا بالنسبة للقص الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ولكن رغم أني أنا ما بنصح فيه لكن اللي مضطار بده يعمل قص أو تسريحه أو شغلة زي هيك أو صبغ فبرأيه ولكن أنا بالنسبة لي ما بنصح في هاي الأمور في هذا الوقت بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا في هاي الفترة ممكن تصير بعض الأحداث اللي إلها علاقة أو الأعراض اللي إلها علاقة بارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالهزل أو ألام العضلات والمفاصل والأمور هاي بعد اللقاح فعشان هيك منقول أنه اليوم هذا لا يصلح للقاح بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي معنى تخلو المسار القمر رح يبدأ يوم السبت يوم 26 ثلاث بيبدأ في تمام الساعة 11.50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي هي أول ساعات بعد منتصف الليل السبت على الأحد ليلة 27 ثلاث في تمام الساعة 12.55 دقيقة بعد منتصف الليل لا يستقر القمر في برج الدلو بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر المربع 22 يوم في تمام الساعة 12.25 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيدة بنسبة 30% القمر في الجدي حتى يوم 27 ثلاثة الآن هو منتحس بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الحوت حتى يوم 27 ثلاثة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 90% المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 50% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% قرنوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقات مع المسؤولين اليوم وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة طبعا ما بينفعك اليوم لا العناد ولا التحدي حتى ولو اشتدت الضغوط عليك حاول إنك تبرر عملك حاول إنك تظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة شوي فيها نوع من أنواع صعوبة وإنت للفترة هاي أو هذا اليوم بتكون طباعك شوي حادة وأفكارك مشتتة فعشان هيك تدير بالك من العصبية نتيجة الغضب أو الاضطراب برج الثور بتنشطوا اليوم في مجال السفر أو الاتصالات البعيدة أو تعامل مع الأجانب أو الامتحانات الجامعية أو المحاضرات أو الندوات أو الأمور اللي إلها علاقة بالفلسفة والدين وحتى رغبتكم بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء إنك اليوم ما تجعل شيء يحبطك لأنه اليوم التطورات كلها غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة الفترة الماضية اللي كانت ضغطة وبترتفع المعنويات عندك وبتتمئن خواطرك نسبيا فهاي فترة مناسبة لكل الأمور اللي إلها علاقة بالسفر ولو رشاة العمل برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية بشكل جيد اليوم الفرصة عندكم متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن بتكن تنتبهون لأن القمر ما زل في مراحل المقابلة حتى لو وصل للبيت الثامن فصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية رغم أنه ما في مخاطر ولكن حاول أنك تنتبه على صحتك ما تتشبث بمواقفك أو مواقف متصلبة وحاول أنك تكون مرن ومبتسم وناقش بليونة ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وحاول أنك تبدأ يومك بنشاط وحيوية عالية برج السرطان بينصب اهتمامكم اليوم حول تدعيم شراكاتكم ولكن القمر زي ما حكينا هو بمرحلة المقابلة لإلكم فعشان هيك بتكون ادعموا شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة مع أزواجكم يعني اللي فيها شراكة فهذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك أي شيء مشترك ممتاز جدا لحالك دير بالك ما بزبط الأمر الأجواء اليوم شوية رح تكون متوترة لأنه طاقتك أنت ضعيفة فعشان هيك إذا كتركز بشكل جيد ما ترتجل أي عمل الأجواء إجمالا لما القمر بيكون مقابلك وإنت طاقتك ضعيفة فبتكون الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات بتكون عليك كبيرة فعشان هيك بدك تهدئ من انفعالاتك وحاول أنك ما تعصب وما تتجارة مع المشاكل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن بلش بمراحل المقابلة فهو الآن في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والهو علاقة بالصحة فعشان هيك من اليوم بدك تبلش تنتبه على عملك عشان رح تبدأ العمل عندك شوي بالتراكم ما تقدر تنجز كل شيء وبرضو في نفس اللحظة يعني هذا بنطبق على قسم كبير من موليد برج الأسد وقسم من موليد برج الأسد بدهم ينتبهوا على صحتهم لأنه برضو بلشت مراحل الضغط على أمور الصحة فبدك تنتبه اليوم أنه اليوم هاي يوم حافل بالعمل ولازم تكون هاي فترة بالنسبة لإلك مثمرة كثير عشان تقدر تنتج كل شيء لازم تنظم وقتك ما تشتغل أكثر من أمر في نفس الوقت وحاول زي ما حكينا أنه تنتبه من طاقتك برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا اليوم القمر زي ما حكينا موجود في البيت الخامس وهو بيت الحظ والقوة والعواطف بالنسبة لإلك وبعطيك شوية حضوض عشان هيك اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم مناسب لنشاط فني أو هواية أو أمور العلاقة بالتقارب بالأحبة هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة جدا وبتكون نظرتك للحياة متفائلة ولكن ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وحاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد هاي فترة بناء وإيجابية وداعملة إلك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتفضله التركيز حول شؤونكم البيتية لأنه القمر في البيت الرابع فمعناته شؤون البيت والعقارات والعائلة هي أكثر الشؤون اللي أنت رح تنشغل فيها طبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ديكور أثاث تصليحات ترتيبات ممكن تظهر هاي الأمور أو حتى مناسبات عائلية ولكن شوي نفسيا أنت بتبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء وممكن تشعر بالارتباك وتشعر بنوع من أنواع الغضب أو تغضب بسرعة فعشان هيك بدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء فهذا اليوم بيحمل زي ما حكينا كله أعمال وانشغلات عائلية برج العقرب بالنسبة لهذا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان طبعا أو إجراء مقابلة طبعا يعتبر هذا اليوم من أقوى الأيام بالنسبة لموليد برج العقرب البيت الثالث لا إلهم بنشاطاته واتصالاته وتنقلاته يعني وسرعة البديهة عندك عالي جدا فأنت اليوم بتتمتع بسرعة بديهة عالية وخاطر وحدث عالي باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة طرح الأفكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة ومشاعرك ممكن تقدر تبررها وتبرر مواقفك بشكل لبق وجيد برضو وبتقدر توصل للمعلومة حتى لو بتسوق لا سلعة معينة أو لا شيء فاليوم تقدر تروجلها عندك مقابلة مقابلتك ممتازة وكمان قسم كبير منكم ما رح يهدأ من كثرة الاتصالات والتنقلات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر صار موجود في البيت الثاني اللي هو بيت المال فاليوم بيحمل لك فرصة لما كسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات، هبات، دعم أي أمر من هاي الأمور حتى لو إلك أموال ممكن اليوم تستردها وفي منك رح يحصل على هدية أو على جائزة ممكن اليوم أنت تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم إشي أنك أنت ما ترفض حاول أنك أنت تستغل كل الفرص اليوم كل الأوضاع تقريبا صارت لصالحك إن كان القمر موجود في بيت المال الشمس صارت موجودة في بيتك الخامس فهذا كله بدعمك وهذا بسهل كثير من الأمور لإلك فعشان هيك حاول أنك ما تسمح لأي أحد أنه يأخذ من وقتك حاول أنه ما تلتهي بالأمور الثانوية وما تخلي أي شخص يغشك عشان هيك بدك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك وتعزز وضعك المالي بشكل جيد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر صار موجود عندكم يعني بعد ساعات بسيطة من بث الحلقة خلص بكون القمر وصل للجدي فرح تبدأوا فترة إيجابية جدا بتعيد لكم نشاطكم وطاقتكم المفقودة كانت في الأيام الماضية فبتقدروا اليوم من اليوم تسيطروا على زمام الأمور حاولوا أن تجدوا كل أشياء جديدة عشان تدخل حياتكم ابحثوا عن الأمور المميزة الفترة هاي رح تعيشوا فترة واعدة بالأفراح والنجاحات وخصوصا الأيام القادمة وأنا بشوف أنه كثير من الاهتمامات رح تتحقق وأكثر شيء كان يعني رح تركزوا عليه اللي هي أمور ومناسبات عائلية وخصوصا بالفترة هاي حاولوا يعني أنكوا تدخلوا التنويع إلى حياتكم الشخصية وبرضو الفترة هاي بتحمل انفراج وتسوية لبعض الأمور برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يعني القمر صار موجود في بيت المتاعب وبما أنه في بيت المتاعب معناته بده يمر عليك يومين وربع هدولة صعبين شوي بدك تتحمل وتصبر لحديث ما يوصل القمر لعندك فرح تشعروا بالفترة هاي بنوع من أنواع التعب تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنكوا تخلدوا للراحة هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع الإحباط فارغة تماما من كل خبر وحسم ممكن تنتهي يعني أشياء تتأجل أو تلغى في آخر لحظات وانت مش متوقعها فعشان هيك حاول أنك تمشي هدول اليومين على خير هيك بسلام لأنه ممكن تواجه بعض الضغوط والعراقيل والامتحانات الصعبة اللي ممكن إنها تمتحنك أو تستفزك وإذا أخطأت بطريقة إدارة الوقت فممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر فما في داعي للتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا الأصدقاء القمر صار موجود في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في مناسب سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حشد تأييد أو دعم لقضيتك أو لمسألتك أو لشيء كان بأرقك ممكن تميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح برضو في طلب المساعدة من أشخاص مقربين إلك فميعني الأجواء جيدة خصوصا على المستوى الاجتماعي ومن خلال الأصدقاء والمعارف بتحقق كثير من الأمور وفي بعضكم ممكن يسافر أو ينضم لجمعية وبعضكم ممكن يهتم لشؤون أقاربه أو أقارب الشريك بشكل أكبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر